هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الطلاب من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات حيث أعرب الطلاب عن شكرهم لدعم أولياء أمورهم كما أشادوا بالمنظومة التعليمية في مصر دايماً بحاول في مذاكرتي طول اليوم بحاول أخصص جزء نفسي وأخلصه على آخر اليوم دعم أهلي وزمالي ومدرسيني كان بالنسبة لي دافع كبير طول السنة كنت بذكر الجزء اللي أنا أخدته كشرح مثلاً في الدرس في اليوم أحاولنا أنا أروح أخلصه كله وكنت بقسم وقتي اللي هو على حسب كل مادة لأنه مش كل مادة طبعاً بتاخد نفس الوقت في المذاكرة فكنت بكل مادة بخصص لها وقت معين على قد ما تاخد يعني والحمد لله ربنا كرمني الحمد لله يا عم ما كنتش بتوقع الجمهورية كنت بتوقع المدرسة بس الوزير اتصل على ماما الحمد لله وبعدين جم كلهم قالوا لي الحمد لله ومكنت بسدقة في الأول بس بعد شوية استوعبت بقى وقلت الحمد لله وسجدت شكر بحبهم جداً الحمد لله ورفوا جنبي كتير جداً هما لو موقفش جنبي كان ممكن يحصل حاجة تانية خالص بقى كنت في آخر شهرين في حصل دروب فهما لو مكنش شجعوني كده وتوفير ربنا طبعاً الحمد لله رحلتنا في استيم كانت كويسة جداً واستفدنا منها تجارب كتير ورهيبة وبنات شخصيتي اللي أنا متأكد أنها ما كانتش هتتبني في أي مكان تاني وبأي مجهود تاني فطبعاً نشكر الله أولاً ثم نشكر القائمين على العمل الجميل ده واللي أدخل أصلاً المدرسة في النصام المصري والحمد لله أن أنا هشكر طبعاً والدي والدتي وإخواتي أن هما دعموني مادياً ومعنوياً وفجنبي في كل حاجة وما كانواش بيبخالوا علي بأي حاجة بتعب وصهر وكل حاجة وكانوا بيوفروا لي كل سبل الراحة الحمد لله الحمد لله اللي وفقنا أننا نوصل للبوينت دي حاجة أنا ما كنتش أتخيلها من أول السنة ولا حتى بعد الامتحانات نحمده سبحانه وتعالى ونشكره طبعاً أحب أشكر ناس كتير على رأسهم طبعاً والدي والدتي ربنا يخليهم ويبرك في عمرهم يعني الحمد لله ربنا وهبني أب وأم قادرين أن هما هيقولي الجو المناسب لنا زاكر الحمد لله ما كانش فيه أي ضغط من ناحيتهم عادة السنة كانت زي الفود الحمد لله بوجودهم حوالي أحب أشكر أخواتي والمدرسين